بسم الله الرحمن الرحيم فرغنا اليوم من الاجتماع التنسيقي النيابي الحكومي والذي وصلنا فيه إلى مرحلة استمرارية التعاون النيابي الحكومي وهذا الإقبال كان من الطرفين سواء من الطرف النيابي أو من الطرف الحكومي لما لمسناه من دور الانعقاد السابق من إنجازات توالت ووصلنا إلى مرحلة الإنجازات الذي تعطش لها الشعب الكويتي في السنوات السابقة من سجالات كانت لا تثمر فلما تلمسنا هذا النوع من الإنجازات أصرينا وكان الأسرار من الطرفين على استمرار هذا التنسيق النيابي الحكومي وطلبنا من ناحية النيابية من الجهات الحكومية ومن الأطراف الحكومية بأن يأتون بأولويات الحكومة في الاجتماع المقبل وسيتم الطلب من جميع الأخوة النواب بأن يأتون بأولوياتهم وستقوم اللجنة التنسيقية النيابية بترتيب هذه الأولويات وعرضها في الاجتماع المقبل وسننتهي بعد الاجتماع المقبل بإذن الله بالدمج بين الأولويات الحكومية والأولويات النيابية والخروج بالخارطة التشريعية التي سيسير عليه المجلس بإذن الله في دور الإنعقاد القادة فهذا ما خرجنا فيه من الاجتماع النيابي الحكومي وأصرينا إصرار تام على سد جميع الذرائع أمام كل متربص يرغب بتعطيل وتيرة الإنجاز لأن التحدي الحقيقي هو تحقيقنا لطموحات أبناء الشعب الكويتي والتحدي الحقيقي هو أن نستطيع أن نتسامى على كل الضغوط سواء كان الضغوط إعلامية أم ضغوط مباشرة أم ضغوط متنفذين فإذا استطعنا أن نرى المشهد من منظور رجالات دولة يستطيعون أن يتحملون على كاهلهم كل هذه الضغوط فهنا ستستمر وتيرة الإنجاز وسنخرج بالإنجازات التي تحقق طموحات وأمال الشعب الكويتي وشكرا ترجمة نانسي قنقر